أسباب الحكة في المهبل متعددة فبعضها بسيط ويشفى من تلقاء نفسه وبعضها الآخر يدل على الإصابة بأمراض خطيرة بحاجة للعلاج الفورية أسباب الحكة في المهبل 1- التهاب المهبل الجرثومي عادة تعيش العديد من أنواع البكتيريا المفيدة في المهبل لكن وجود نوع ضر منها داخل المهبل قد يسبب النوع من الالتهبات والذي ترافقه أعراض أخرى عدا عن الحكة مثل الحرقة الإفرازات الرائحة المهبلية التي تشبه رائحة السمك 2- الأمراض المنقولة جنسيا أحد أسباب الحكة في المهبل هي الإصابة بأحد الأمراض المنقولة جنسيا مثل الكلاميديا الهربس التناسلي الثآلل التناسلية داء المشعرات هذه جميعها أمراض تسبب الحكة والحرقة بالإضافة إلى أعراض أخرى كثيرة 3- فطريات المهبل تصاب قرابة ثلاثة من كل أربع نساء بفطريات المهبل في مرحلة ما من حياتهن حيث تزيد بعض العوامل من احتمالية الإصابة به مثل الحمل الجماع المضادات الحيوية ضعف جهاز المناعة إضافة للحكة فإن هذا النوع من الأمراض ترافقه بالعادة إفرازات مهبلية بيضاء وسميكة تشبه الجبنة في قوامها 4- سن اليأس سن اليأس أحد أسباب الحكة في المهبل حيث تصاب جدران المهبل والرحم عند المرأة بالجفاف والانكماش وذلك بسبب انخفاض كمية إفراز الأستروجين في السنوات الأخيرة قبل انقطاع التمثي لدى المرأة 5- تحسس من مواد كيموية معينة التحسس من المواد الكيميائية أحد أسباب الحكة في المهبل الشائعة ومن أبرز هذه المواد الكيميائية 6- الكريمات 7- المرطبات 8- المزلقات 9- الصبون 9- الواقيات الذكرية 10- مسحوق الغسيل 11- ورقة توليت المعتر 6- الحزاز المسطح الحزاز المسطح هي حالة نادرة تتسبب بظهور بقع بيضاء على الجلد في أجزاء الجهاز التناسلي الأنثوية الخارجية 7- هذه البقع قد تسبب ندوباً دائمة في تلك المنطقة 8- وبالعادة تكثر الإصابة عند النساء اللواتي انقطع التمثي لديهم اشتركوا في القناة 8- المنطقة شكرا